مرحبا بكم في قناة تحفة يوب النخب الوطني جامل بلماضي يصنع الحدث عالميا فمنذ اعلان الفيفا للأسماء المرشحة خلال 24 ساعة فقط استطاع بلماضي في تصويت المطروح عالميا التفوق على 9 مدربين حيث يحتل المركز الثاني الان ففي الصدارة جوارديولا مدرب منشستر سيتي ذلك بـ 14 مليون تصويت يأتي بعده المدرب الجزائري بلماضي بـ 12 مليون تصويت ثم كلوب مدرب ليفربول بـ 6 ملايين صوت والبقية خلفهم بلماضي بهذا الترشيح دخل التاريخ لهذه الجائزة العالمية التي ينفس عليها لهذا من ارد التصويت عليه يدخل الى موقع الفيفا وستجدون الرابط في اول تعليق ثم اختيار اسم بلماضي كأول مع العلم ان جامل بلماضي رشح لهذه الجائزة بعد نيله جائزة افضل مدرب في الكان وكدت تتويج بالكأس الذهبية بالاضافة لنيل المنتخب الوطني جائزة افضل منتخب ونهوضه السريع بالمنتخب الوطني وبإذن الله سيفعلها بالماضي ويخلد اسمه في تاريخ تدريب العالمية لا تنسى الضغط على زر الاعجاب اذا كنت ستصويت على جمال بالماضي كما لا تنسوا مشاركتنا بارائكم والاشتراك في القناة وفضلا منكم دعمنا بتفعيل الجرس وشكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة